جاهز قهوتك وضبط أمورك اليوم معانا أصغر كاميرا فول فريم في العالم إلى تاريخ اليوم تابعوني هياكم الله أنا نواف اليوم معاناك أصغر كاميرا فول فريم في العالم بمانع اهتزاز داخلي اللي أعلنت عنها سوني هي الـ A7C كاميرا تحفة لما نتكلم عن كاميرا فول فريم بهذا الحجم هذه تحفة طبعا لما أعلنت سوني عن هذه الكاميرا كثير قالوا على المواصفات اللي شفناها أنه هذه كاميرا تسوني ألفا A7C3 لكن بحجم أصغر وأنا ما أتفق كليا هتقولولي ليش لأنه كل شيء في هذه الكاميرا مختلف باستثناء اللي هو السنسور هنجي في المميزات و هنتكلم و نقول ليش مختلفة أول شيء الكاميرا هذه ترمز بحرف السي و حرف السي يرمز إلى كلمة كومباكت فهذا أول فرق بين الـ A7C و A7 Mark III الكاميرتين يجب مستشعر 24 ميجابيكسل نفس الكواليتي للصور نفس الكواليتي للفيديوهات نفس عدد الإطارات أوكي هذا الأمر ما نختلف فيه لكن باقي الأمور كل شيء مختلفة بين الكاميرتين في البداية خلينا نتكلم عن الحجم الحجم زي ما إحنا شايفين حجم الكاميرا جدا صغير و وزن الكاميرا وزن الكاميرا هنا بنتكلم عن تقريبا 509 جرام 509 جرام وقابل 650 جرام في الـ A7 III الموضوع ترى يعني الـ A7 III كنا نتكلم أنه حجمها أوه حجم صغير مقارنة بالكاميرات من الفئة الـ DSLR لكن لما نجي نتكلم عن فئة الـ Comback نحن نتكلم عن فئة أصغر وفل فريم فل فريم ترى الموضوع هذا مش بسيط يتبتكلم عن حجم 509 جرام يعني كيوت كيوت جدا خلينا نتكلم عن الإيجابيات والسلبيات عن الكاميرا بسول شيء نبدأ بالمواصفات الكاميرا تجينا بـ 40 ميجابيكسل تصور تقريبا 10 صور أو 10 إطارات في الثانية تصور فيديو 4K بـ 30 إطار في الثانية تصور Full HD 180 إطار في الثانية أداء الآيزو نفس الـ A7 III أداء جبار الآيزو يوصل إلى 51200 خلينا نتكلم عن البدي والشغلات الموجودة في البدي يعني أنا عندي الشيء اللي عجبني صراحة هي الفتحات الخاصة بالمنفذ الممري يعني جميل وأكثر أمان مو سهل أنه ينفك أو ينسك معليش شدي كبيرة أو الكاميرا صغيرة عدروني أوكي الشيء الغريب الشيء الغريب الزين ما يكمل الشيء الغريب مكان الزر المنيو معليش 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 سوني معليش إيش هذا؟ يعني إيش هذا؟ بمعنى يعني ليش هنا إيش في؟ هنا ليش هنا خلتوها؟ الموضوع أوكي أنا ممكن أتعود عليه لك أنت يعني تسويلي شتلة كذا لكن مو مشكلة عوافي لأنه أعطونا شيء يعود شاشة اللي تنفك ويتنقلب يغفر لكم يعني هذا الأمر يغفر لكم الشغلات الثانية الشيء هذا جميل جدا من سوني وهذا الشيء بأمانة خلينا بعيد عن كل المواصفات هذا الشيء أساسي خلاني أخذ هذه الكاميرا هي هذه الشاشة اللي تنقلب وتتغير وتتحرك بما أني أشتغل في اليوتيوب وفلقات وتصوير موضوع الشاشة كان مهم جدا أمانة في الأسفين مارك ثري كان نقصني هذا الشيء لكن الآن الحمد لله حلولا المشكلة سوني أخيرا هرمنا من أجل هذه اللحظة شكرا سوني على الشغلة هذه اللي أضفتوها لأنه بأمانة لما تدفع مبلغ وقدره في كاميرا تبغى كل المواصفات فيها السلبية الثانية اللي أنا شوفها ما هي سلبية كبيرة مثل زر المينيو لكن تعتبر سلبية الشتلة هذه الثانية الفيوفاندر حبايبي يعني مكان المينيو مكان المينيو ممكن كان نحط الفيوفاندر وكان أسهل ومريح يعني أجي كذا لا يعني أمانة أنا ما أقول لكم أنه شيء جدا سيء أو أنه مو ممكن أقلم أنا كانت معي 6400 أقلم في نفسي على الموضوع هذا طبعا لو نذكر في السوني ألفا A7 Mark 3 كان عندنا اللي هو C1 والC2 والC3 هذه ميزتها أنه تحفظ لك الإعدادات في الكاميرا في الكاميرا هذا عندنا C1 بس خفيف ضريف يتيم لحاله موجود هنا طبعا أنا من الناس بأمانة ما قيد اشتغلت على الموضوع هذا ولا اهتميت لكن أعرف ناس كثيرة يعتمدوا على الموضوع هذا الشغلة الجميلة كمان اللي هو زر التشغيل الكاميرا ونجي نشوف الموضوع ماهو زي أول سهل إنه ممكن بالغلط إنها تنفك معاك أو تنسك لا الآن لازم ضغطها شوية قوية عشان نشتغل معاك شيء اللي عجبني بأمانة هو زر تصوير الفيديو ونجي نشوف الزر هنا الضغطة صراحة يعني كواليتي جودة ممتازة وتحس بفخامة الكاميرا عندنا هنا زر أو بكرة الإكسبوجر لنشوف برضو مكانها صراحي جميل وكويس ومناسب ما عندنا زرير كثيرة في الكاميرا لو نشوف الزرير قليلة وصراحة هو جميل وغير جميل يعني كان ممكن لو نستغل زر المينيو في الأماكن هذه اللي فاضية لكن مو مشكلة يعني الخيارات هنا بسيطة ومحدودة لكن تفي بالغلظ الشيء الجميل في الكاميرا هذي هو نظام الفوكس اللي أصدر من سوني في الكاميرات الأخيرة واللي بدأ مع السوني ألفا اي 6400 إلى A9 مارك 2 فوكس جدا سريع سرعة الفوكس 0.0.3 جزء من الثانية يعني الميزة الثانية في الفوكس هو ميزة التتبع أو ما يسمى بالمصطلح تراكنك الميزة هذي جدا جبارة جربتها على A7 أو عفوا على A6400 كروب سنسور كان أداءها فضيع جدا وموجودة الآن على هذه الكاميرا كذلك فيه ميزة اللي هو مانع الاهتزاز الداخلي بخمسة محاور وفيه كذلك عن تصوير الفيديو وكان فيه اهتزاز الكاميرا تقدر تطبق نظام الكروب كامل طبعا الكاميرا جينا باللونين أنا فضلت أنه أخذ اللون الأسود والفضي وفيه اللي هو الأسود الكامل بصراحة أكثر شيء أعجبني هو اللونين تحس يعني كاميرا على على تصميمها لا اللونين كويس عليها المسكة في الكاميرا أمانة جدا مريحة جدا جميلة ما أحس هو أصلا حجمها خفيف يعني لكن برضو المسكة يعني لما تقول كاميرا صغيرة المسكة أحيانا تكون متعبة لكن أنا ويدي كبير يعني ما هي صغيرة لكن مع ذلك أنا حاس براحة في الكاميرا الأمانة حاس أنه ما عندي أي مشكلة طبعا المهمة اللي أستخدم في الكاميرا هو الاس دي كارت تقريبا فيه برضو التول الأسرع والأقوى ممكن تستخدموا على الكاميرا أعطيكم نتائج جبارة كذا يكون الفيديو انتهى أتمنى أن تكونوا بشكل بسيط أخوكم نواف لا تنسوا دعمي باللايك واشتراك في القناة أشوفكم في فيديو جديد في أمان الله اشتركوا في القناة